إلى مقدم الرعاية الصحية من إرشادات الجمعية الأمريكية للطب النفسي لمقدم الرعاية الصحية لمرض الكورونا مثالة نفبر واز المسئولية كبيرة والضغط عليك شديد واهتمامك بنفسك وتشجيعك لغيرك ممن هم في نفس وضعك على الاهتمام بنفسهم هيحافظ على قدرتك على رعاية المحتاجين للرعاية أنت بتواجه تحديات كبيرة الفترة دي لأن اللي محتاجين الرعاية عرضهم بيكبر وبيكبر مع عددهم نسبة تعرضك للخطورة وبالتبعية عيلتك وأصحابك وزملائك في العمل ولأن ممكن يحصل نقصة المستلزمات المطلوبة نتيجة زيارة السحبة عليها ولو بصورة مبالغ فيها وفوق قدر الاحتياج ولأنك الفترة دي هتختبر كتير من مشاعر الخوف والجزع والإحباط والزنب والإرهق إزاي ممكن أساعد نفسي في فترة زي دي؟ واحد تمسك باحتياجاتك الأساسية كل وشرك كويس، نام بانتظام لأنك لو محققتش ده، لو مراعيتش نفسك قدرتك على رعاية المرضى هتكون أقل 2- خد بريك فترات راحة من الاحتكاج بالمرضى أعمل حاجة ملهاش علاقة بشغلك اتنشى شوية، شارك مشاعرك مع حد بتحبه، مارس هواية من هواياتك بعد فترة الراحة هتكون قدرتك على رعاية المرضى أفضل 3- تواصل مع زميلك بلغة مدفقلة ناقش الأخطاء والنواقص بطريقة بنائة ودماغك بتفكر في الحل مش في المشكلة ادوا بعض الدافع وفكروا بعض إنكوا في الوقت ده شايلين دور البطولة 4- تواصل مع عائلتك وأحبائك واحصل على الدعم المعنوي منهم 5- احترم الاختلاف انت مختلف عن زملائك وكل زميل له طبيعته الخاصة المرضى كمان مختلفين فيه أشخاص بتحب تتكلم وتشارك باللي جواها وأشخاص بتفضل يبقى ليها ركنها الخاص فتعامل مع نفسك ومع غيرك وفقا لطبيعة الشخصية 6- تابع التطورات المتعلقة بالمرض من مصدر موصوق 7- قلل من تعرضك للميديا لأنها حتزود قلقك وبالتالي حتقلل من قدرتك على رعاية نفسك والمرضى 8- كن رقيب نفسك شايك على أعراض الضغط لعصب الشديد الاكتئاب أو كرب مع بعض الصدمة ويلجأ لطلب المساعدة من مختص لو تفاقع من الوضع 9- قدر نفسك رغم الصعوبات والإحباطات انت بتحقق إنجاز وبتقوم بعمل نبيل وبتقدم المساعدة لشخص محتاجك ونسأل الله السلامة ترجمة نانسي قنقر